إذن هناك علاقة ترضية بشكل أو بآخر بين مصار السلام الذي يقول البعض أنه دفن بمجرد هذه الأعمال العسكرية في البحر الأحمر وليس هناك وسيلة لإحيائه مرة أخرى إذن يبدو أن عملية السلام التي تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع اليمني لا تمضي قدما في الآونة الأخيرة صحيفة نيويورك تايبز قالت أن الحوثيين والحكومة الشرعية كانوا على وشك توقيع اتفاق السلام لكنه تلاشى مع اندلاع الحرب في غزة وشن الحوثيون هجمات على السفن في البحر الأحمر ردت واشنطن ولندن بغارات جوية على مناطق سيطالة الحوثيين تلاها قرار أمريكي بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية غير أن هذا القرار في منظور الصحيفة قد يعيق التقدم في تنفيذ عملية السلام كل ذلك بحسب نيويورك تايمز أفسد آمال العديد من الدبلوماسيين بشأن اتفاق السلام والذي بدى وشيكا طوال معظم العام الماضي نجم عن التصعيد في البحر الأحمر توقف المباحثات تعليق مباشر الاتفاق الذي كان من المتوقع الإعلان عنه في الأشهر الأخيرة وتتبع إدارة بايدن الآن استراتيجية متعددة الجوانب لاستعادة السيطرة على البحر الأحمر في أسرع وقت ممكن عبر استخدام غارات جوية لإضعاف قدرات الحوثيين على مهاجمة السفن وتكثيف الجهود لاعتراض الأسلحة الإيرانية المرسلة إلى الحوثيين مع ذلك بالنسبة للحكومة الشرعية التي أمضت سنوات في محاربة الحوثيين فإن التركيز العالمي المفاجئ على اليمن يمثل فرصة لهذا دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي مؤخرا دعا إلى دعم دولي لهجوم بري جديد ضد الحوثيين في الأراضي المطلة على البحر الأحمر ورأى الدكتور العليمي أن الحل هو القضاء على القدرات العسكرية للحوثيين من خلال تحرير المناطق المطلة على البحر الأحمر من سيطرة الحوثيين هنا قالت الصحيفة إن واشنطن لا تفكر في تسليح أو تمويل الحكومة الشرعية حتى لا تؤجج الصراع العسكري داخل اليمن مفضلة الدفع بالجهود السياسية لحل هذه الأزمة اليمنية